أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمملكة البحرين بأنها تابعت البيانة الصادر عن عضوي الكونغرس الأمريكي جيمز باتريك مكغورن وراندي هالتغرين المشاركين في لجنة توم لانتس لحقوق الإنسان بمجلس النواب الأمريكي والمتضمن الكثير من المغالطات التي لا تستند إلى أرضية صلبة من الحقائق بشأن الوقائع للانتخابات النيابية في مملكة البحرين للفصل التشرعي الخامس وإذ تعرب اللجنة عن بالغ استغرابها من تصريحات عضوي الكونغرس الأمريكي المبنية على معلومات غير دقيقة فإن اللجنة تدعو لاستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وخصوصا أن القانون الذي منع منتسبي الجمعيات المنحلة بحكم قضائي قد صدر عن السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية كما وتدعو اللجنة إلى عدم إصدار حكم مسبق على العملية الانتخابية لأن ذلك يؤكد المغالطة والإساءة المتعمدة والخروج الواضح عن كافة الأعراف والمعايير في تقييم الأمور ومخالفة المبادئ التي تقوم عليها أي عملية ديمقراطية في الدول المتحضرة وأشارت اللجنة أنه من منطلق حرصها على تبيان الحقائق فإنها تؤكد أن الانتخابات النيابية والبلدية التي دشنها جلالة الملك المفدى ضمن المشروع الإصلاحي والتي أجمع عليها شعب مملكة البحرين من خلال التصويت على مثاق العمل الوطني كانت ولا تزال تتم وفق المعايير الدولية المتمثلة في حق الترشح والانتخاب من حيث الحرية والنزاهة والاستقلالية والشفافية وأوضحت اللجنة بشأن حل بعض الجمعيات السياسية أو غيرها من منظمات المجتمع المدني فإن تأسيسها وإنشاءها يتم وفقا للقانون وإذا ما خالفت تلك الجمعيات القانون يتم نظر تلك المخالفات أمام القضاء حيث تتوفر كافة الضمانات القانونية لتلك الجمعيات ومنها التقاضي على درجات مختلفة وهذا ما تم مع تلك الجمعيات حيث إنها خالفت النظام الأساسي الذي من أجله أنشئت وأن منع ممثليها للترشح أيضا جاء وفقا للقانون ذلك أن أعضاء تلك الجمعيات هم من قاموا بمخالفة النظام الأساسي للجمعيات ما كان له الأثر على السلم والأمن القومي لمملكة البحرين وأن الجمعيات التي تم حلها بحكم قضائي قد استنفدت جميع إجراءات التقاضي وفقا لضمانات المحاكمة العادلة وحسب المعايير الدولية وأن هذه الجمعيات منها ما ثبت تلقيها الدعم السياسي والمالي من قبل دول وكيانات تهدد الأمن والسلم الدوليين وعلى رأسهم إيران وقطر وحزب الله الإرهابي كما أنها عملت وفقا لولاية الفقيه ما يعد عائقا أمام تأسيس مجتمع ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان والتعددية والمساواة وسيادة القانون ونوهت اللجنة إلى أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين متاحة لكل مواطن بشرط أن لا يكون ممنوعا بقانون أو محكوما عليه في قضية جنائية وأن العملية الانتخابية شأن محلي وتخضع لرقابة القضاء البحريني المتمتع بالاستقلالية ورقابة من مؤسسات المجتمع المدني البحريني مشددة اللجنة أن الانتخابات في مملكة البحرين حرة ونزيهة وفقا لمقاصد ميثاق العمل الوطني ومبادئ دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية والسكوك الدولية ذات الصلة معاكدة اللجنة لأنه تم توفير كافة الضمانات الإشرافية والرقابية على العملية الانتخابية من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وفقا لضوابط موضوعية وبشان أحكام السجن الصادرة بحق عدد من منتسبي الجمعيات السياسية المنحلة بموجب القانون أكدت اللجنة أن الأحكام القضائية قد صدرت ضدهم لارتكابهم جرائم جنائية مؤثمة قانونا وليست لها علاقة بعملهم السياسي أو حرية الرأي والتعبير كما أن تلك المحاكمات توفرت فيها كافة الضمانات القانونية وكذلك رقابة المجتمع المدني وحضور ممثلي السفارات المعتمدة بمملكة البحرين بما فيها ممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن الحقوق المدنية والسياسية مكفولة في مملكة البحرين للجميع طبقا للدستور ولا يوجد فرق بين مواطن وآخر وأن الجميع سواسية أمام القانون وأن مملكة البحرين ليس لديها التفريق بين مواطن وآخر فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات وأن الدوائر الانتخابية قد وزعت على حسب الكتل الانتخابية وتحظى المحافظة الشمالية مثلا على العدد الأكبر للدوائر الانتخابية مؤكدة لجنة أن مثل تلك التصريحات والمواقف لن تؤثر على مسيرة العملية الديمقراطية في مملكة البحرين بل تزيدنا إصرارا وقوة وإرادة في المضي قدما نحو المزيد من التقدم والتطور من أجل مستقبل زاهر في مجتمع يضم كافة أبنائه بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم في ظل سيادة دولة القانون والمؤسسات اشتركوا في القناة